نعم بارك الله فيكم و أثابكم الله هذا يسأل و يقول بعض الأئمة في صلاة التراويح يختصر على قراءة قصيرة و ذلك من أجل أن يخرج أقل وقت من ذلك و يكسب عدد من المصلين ما صحة ذلك و ما هو توجيهكم لهؤلاء الأئمة؟ قال صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن و المؤذن مؤتمن فالمؤذن مؤتمن على الوقت و الإمام ضامن لصلاته و صلاة من خلفه فلا يجوز له أن يحرم من خلفه من الصلاة التامة المفيدة و يخفف تخفيفا مخلا نعم يخفف لكن لا يكون مخلا لقوله صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الكبير و الضعيف و ذا الحاجة لكنه تخفيف مع الإتمام تخفيف مع الإتمام لا يخل بالصلاة و لا يكون هم الإمام أن الناس يجتمعون عليه و لكن همه أن يرضي الله سبحانه و تعالى و أن يطيعه فيما شرعه له هذا هم الإمام و هم غيره من المسلمين أن ينال رضا الله و أن لا تكون عبادته تعبا بلا فائدة نعم